شدد محافظ تعز نبيل شمسان على حاجة المحافظة إلى فتح جميع الطرق لدخول شاحنات النقل عبر الطرق التي اقترحها الجانب الحكومي خلال الفترة الماضية وأكد شمسان خلال لقائه مسؤول آليات وقف إطلاق النار بمكتب المبعوث الأممي لليمن دعم المحافظ لأي مساع تخفف من معاناة المواطنين عبر طريق جولة القصر المؤدي إلى المدينة والطرقات والمنافذ الرئيسية من جانبه أكد المسؤول الأممي أنهم يبدلون جهودا مستمرة الوصول إلى تأهيل الطرق وفق آلية السلامة وفتح جميع الطرقات في مختلف أرجاء البلاد لتسهيل عبور المواطنين والنقل السلع والبضائع